سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المرأة المسلمة حلقتنا النهاردة بعنوان التراث الإسلامي وميراث الألم حلقة اليوم هتكون مليئة بالأخبار والأحداث الهمة وأيضا اكتشافات جديدة في أثار العقيدة الإسلامية على النفس البشرية هنتكلم عن مقتل الرجل أعمال إسرائيلي في مصر أيضا هنتكلم عن دور الأظهر في إخفاء حقائق كتيرة بتودين الإسلام وليه وهنتكلم أيضا عن الحج ونوع معين من الحج وهو حج التهريب دي مفاجأة الحلقة بعد وبعدين هنتكلم عن مؤسس التكوين والحرب بينهم وبين الأظهر وأعوانهم علشان كده هبتدي مباشرة في حلقتنا النهاردة بفكرة هامة جدا هتشوف إنها مرتبطة بكل حدث أو موضوع بنقدمه لكم النهاردة في بداية سفر التكوين بنشوف شخص الله في أول إصحاح واثنين وثلاثة كده تلاقي إنه شخص الله مبهج عظيم في خلقه للكون وبعدين لأدم وحوة والاحتفاء بيهم وترتيب أمورهم وتعلمهم واعطاهم فرصة للاختيار والإبداع والشاركة معاه بداية مبهجة تخليك تبتسم كده إلى أن يظهر الشيطان الشيطان اللي هو الملاك الساقد الحاقد على الله وكل ما يحب بما فيه الإنسان فيبتدي يعمل إيه الشيطان بقى؟ يبتدي بالخداع وتشويه الفكر شايف؟ يشويه الفكر الأول فقل لها كده هل قال الله لكم أن لا تأكل من كل شجر الجنة؟ طبعا ربنا ما قالش كده ثم يقول بعد كده تقوله لا طبعا ربنا من كل تأكله لكن من الشجرة دي ما تأكلوش ثم يغير بقى الطريقة بتاعته فيقول لها يعني لا أنتوا لو أكلتم مش هتموتوا لأن الله عالم أنه لو أكلتم تفتح عينكم وتكونوا مثل الله عارفين بالخير والشر خطة بقى في الجملتين دول اللي هي تقدر تشوفها فيما يصنع الشيطان على طول الخط مع الإنسان معاك ومعايا وضد الله مباشرة وضد خليط قطى الله مباشرة لاحظ نمرة واحد الخداع تشويه سورة الله مسج الحقيقة بالأكاذيب إغراءات الجسد والذات دول حيبقوا النهاردة هم حتشوفوهم من خلال كل قصة بنقدمها النهاردة تشويه سورة الله هو الأساس أنه يشويه سورة الله في مخك في عقلك في قلبك في حياتك فيدي لك سورة لإله مزعج عايزك تعمل كل شيء علشان تبتعد عن معرفة الله الحقيقي وعلى طول في مزج الحقيقة بالأكاذيب يقول لا لا هو مش هتموتوا هو أنتوا إيه هتكونوا عارفين بالخير والشر هو أنتوا مش هتموتوا على طول فعلا لكن إنتوا هتموتوا موت أبدي لإنكم أصبحتم ويتعيشوا بالخطية ولإنه هتكونوا عارفين الخير والشر لإنه ربنا قال لكم من الأصل إنه الخطية هتعرفكم على طول هتزوقوا معنى أو الخطية هتدوأكم مرارة إنكم تعرفوا حقيقة اللي عملتوا تعرفوا الخير والشر زي ربنا عارف الخير والشر؟ آه زي ربنا بس مش هتكونوا زي ربنا في قدسته لإنكم هتكونوا عايشين بالخطية وبعدين يغريهم بقى هتعيشوا وهتبقوا زي الله وهتبقوا مش عارف إيه وإغراءات كلها تروح دخلة كده على قلب الإنسان اللي عايز يثري ذاته يعيش لذاته يكتسب أمور أكتر عنده طمع عنده كبرياء زي الشيطان بالزبط فبدأ يشوه عقل الإنسان كمان لكن الإنسان اختار لأنهم اختاروا إن هم يعملوا الخطيئة واختاروا إن هم يعصوا الله وكان في إمكانهم إنهم يختاروا غير كده والنهار ده أنا بقولك وبقولك إنه الأساس في اللي الناس دي وفكر الشيطان اللي زرعوا في الإسلام عايز يقولك إنه يعني أنت ملكش اختيار علشان كده هذا الإله هو اللي يقرر أنت بتعمل إيه؟ مش تازم تفكر كتير عشان ما تتعبش نفس بس ما تفكرش لأنه إله مرعب فيربطك بالخوف كمان المسألة مش طاعة بس ولكن آدم وحوة كان لازم يكون عندهم ثقة في الله وأنا وإنت النهار ده عندما نعرف شخص الله الحقيقي نقدر نعرف إننا نثق فيه الشيطان بينتزع ده مننا وفي الإسلام لا يمكن إنك تثق بهذا الإله لأنه حتى محمد لم يكن يعرف هو نفسه هيكون فيه هكذا هي العقيدة الإسلامية أسسها الشيطان حتى تكون الغمامة على أعين المسلمين لأنه كل أدواته فيها الخوف تشويه صورة ربنا تشتيت فكر الإنسان خلط الحق بالباطل فما ينتجش عن كل ده إلا تراث من الألم والموت وده اللي حنشوفه في كل أحداث أفكار هذه الحلقة اسمع معي هذا المجاهد المغوار بيتفاخر بما هم عليه وما أخذوه من محمد والصحابة نشوف الفيديو ده أنا بصراحة سميته فيديو الموت فنحن أمة لا تموت إلا قتلا إلا قتلا هكذا يخبرنا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم والموت عندنا أيها الأمريكان على الفرش عيب وعار نحن نموت في الميدان وتحت ظلال السيوف وبوارقها يقتل منا أمير فيرسل الله بالأمراء وتقتل منا مجموعة فيأتي الله بالمجاميع إنكم لا تعرفون معنى الإسلام والمسلمين إن المسلمين هل هذا هو معنى الإسلام والمسلمين؟ ثقافة الموت إحنا ناس مش عايزين نموت إلا مأتولين لأنك آتل ومأتول لأنه هكذا قال الله يعني اللي بيقتل بالسيف بالسيف حيتقتل برضو ولكن أن تكون هذه ثقافة يعني منتشرة الثقافة الجهادية الإسلامية ويقولك يعني إحنا واحد مننا يجي لك كتير نعم دي ثقافة الموت والخوف والرعب اللي زرعها الشيطان في أفكار المسلمين من خلال الثقافة الإسلامية تشويه كامل لأهداف الله في حياة الإنسان وتشويه للنفس الإنسانية لأن دي مش نفس إنسانية سوية أبدا لأن الله ادى لك الحياة عشان تعيش عشان تنتج عشان بيحبك علشان عايز ليك مستقبل وطريق والأبنائك والحياتك والخلاصة كل الحياة معه في الآخر زي ما خلقنا من الأول ده هذا الفكر يشويه النفس الإنسانية علشان كده مش من الغريب إننا نشوف أعمال بالشكل ده زي الأسبوع ده مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي أولا يعني نأسف جدا على مقتل السيد زيف كيبير سمحوني لو أنا نطقت الإسم مش صح يعني ويعني قتل غدر وإرهاب وقتل على الهوية وتدمير الحياة أسرة كلها عاشت بحلها عاشت في مصر عشر سنين يعني بينهم وبين جرانهم عشرة يعني شغلوا ناس في مصر باستثمارات بيقولوا من ستين لثمانين مليون دولار في خلال العشر سنين اللي فاتت راجل أعمال رايح جاي بيشغل ناس بيقولوا عنده ألف من الموظفين في هذا العمل يعني استثمر أغنى البلد وكان تاجي الراجل عايش في سلام ردود الأفعال بقى اللي يقولك أحسن واللي يقولك فيدى غزة واللي يقولك إحنا مش محتاجين استثمارات اليهود وهكذا وطبعا التكبيرات والتهليلات والثناء على القتلة لأنه مش قاتل واحد هم قتلة مجموعة إرهابية الثناء عليهم أنه يل يكملوا كمان عايز أقول حاجة يعني القاتل وجه مسدسه وقال شلوم من أهل غزة بالتحديد قصدينه الحكومة بقى قالت إيه إن الشبهة جنائية بسبب السرقة ومفيش ذكر للمجموعة الإرهابية اللي هي أعلنت بقى عن نفسها عشان بقى ياخدوا المجد كله بصوا برضو من أعمال الشيطان يقولك أنا عايز المجد لي الواحد لما بيروح يعمل خدمة في حتة طبعا خدماتنا كلها معونة للناس كلمة ربنا غير كده خالص ما عندناش الكلام ده خالص أما بتروح لما حد يقولك شكرا تقوله ده مش مني ده من ربنا لما حد يتصل بيه ويقولي يا أخت أماني الحلقة دي كانت حلوة أقوله المجد للرب مش لي وهكذا لأنك مش عايش لنفسك أنت عايش للمسيح لكن هنا بقى طلاقع التحرير مجموعة الشهيد محمد صلاح طبعا فاكرين محمد صلاح ده اللي قتل السواحي الإسرائيليين سموهم بقى بهذا الإسم علشان إيه علشان يعني يعملوها إعلان أنه فيه هجوم جاي على الإسرائيليين في مصر أو في العالم لأنه مثلا من كم يوم كان فيه واحدة قبله على طول في البرازيل قتلت برضه يهودي هيعملو إيه في القادم وإنت كإنسان النهاردة لازم تفكر وتعترض وتربي ولادك على غير كده لأن المصدر مسموم المصدر هو اللي سمعناه من الجهادي اللي تكلم في الأول والراجل المجموعة اللي مسميها نفسهم على اسم الشهيد البطل محمد صلاحي بطل ليه؟ هو قاتل هو قاتل وهالك لأنه أهلك ناس بلا يعني استحقاق الناس جيين يزوروا البلد أنتوا بتدروا البلد بتدروا أنفسكم ولكن دي تحقيق لخطة الشيطان في كل ما زرع في الفكر الجهادي الإسلامي أوكي إيه دور الأزهر في يعني أنه يتكلم ضد ده أنا ما سمعتش حاجة من الأزهر المرة اللي فاتت بهدله عبدالله رشدي عشان قال لأ ما تقتلوش السياح مش كده؟ يعني ده أول مرة يقول حاجة كده دلوقتي مفيش حد تتكلم أنا ما شفتش حاجة اللي شاف يبعات لي النقطة التانية بقى اللي هنتكلم فيها هي دور الأزهر في قمع الفكر والسيطرة على كل ما يخص الإسلام والمسلمين دور الوصاية اللي مليانة بقى بالتدليس أنا هخد لكم أمثلة سريعة النهاردة في المقابلة اللي عملتها الدكتورة سعاد صالح في رمضان اتكلمت فيها الحقيقة إن المزيعة كانت بتسألت أسئلة دقيقة ومحددة وبإصرار ويعني واضح إنها درسة وعرفة فكانت بتدوس على إنها تطلع الحقيقة لكن اللي طلع لنا من الأستاذة سعاد صالح بكل اللي احترام كان فيه ددليس كتير ولكن في وسط هذا التدليس هنكتشف بقى حاجات يعني إحنا كباحثين ودارسين وخدام ربنا إحنا النهار بنشوفها وعارفين إنه مثلا الحديث اللي اتكلمنا عليها والآيات اللي فيها مشاكل والويب سايتس اللي فيها كل الفضايح الإسلامية اللي احنا عملناها في حلقات كتير بيخبوها بيشلوها لكن يعترفوا إنها مش موجودة لا لكن هنشوف التدليس ده من خلال فتوى رضاع الكبير وأنا هنخدها كمثل لإننا اتكلمنا في موضوع رضاع الكبير ده كتير جدا خلينا نشوف فتوى رضاع الكبير اللي نزلت فترة وقلبت الدنيا آه لا سبش دي موجودة الفتوى دي موجودة فعلا في خطب لا لا خلاص مش موجودة لا ما هو أنا بتكلم عن التاريخ في حديث آه في حديث بإني السيدة عائشة رضي الله عنها هي ما خلفتش أما كان وكان رسولة أما كانت تحب إن حد يدخل عليها من أولاد أختها أو أولاد أخوها أو أولاد كانت تخلي أي حد من القريب لها يردع عشان ما يدخل يبقى ربها في الرضاع يردع مين يردع من مرات أخوها أطفال أطفال لا أيوان أطفال المزيدة بتقول لا إيه يردع إيه يعني هما دول بتدخل أطفال شوفوا التدليس بقى في الموضوع رح تلافى الموضوع وقالت هي لما كانت تحب بتدخل حد عليها ما قلتش إنها كانت بتدخل رجال عليها لأنها لو بتدخل ستات ما حدش هيردعهم يعني ولو بتدخل أطفال برضو ما حدش هيردعهم فطبعا الداخلين هنا هم رجال هي قالت هو حديث هو حديث لا هو مش هو حديث لم تذكر بالمرة كلام محمد نفسه في الحديث اللي احنا اتكلمنا فيه كتير بعد إلغاء التبني وجات له واحدة بتشتكي قالت له أنت بتحرم التبني والحديث مشهور جدا وأنا عندي ابن عنده أربعين سنة متربي معنا وإحنا بنحبه قوي وجوزي مستاء فقال لها أرضعي فقالت له ده عنده يعني شانبه في وشه فقال لها أرضعي خمس رضعاته ومش بعض وضحك بقى حتى إيه بدت نواجزه كالعادة ما قلتهش الأستاذة سعاد لأنه ده المصدر الأساسي هي حديث عيشة أكد ده لأن ده قبل ده يا أستاذة مش كده لكن احنا بنقول هو حديث وبعدين قالت لا ده خلاص ده خلاص خلاص إيه خلاص شلتوه وقلت أنه ده حرام لا شوف اللي جاي ساعتها التفسير ما كانش كده أيوة أنا بس على فكرة أتحول التحقيق أتحول التحقيق طب ليه ليه يعمل كده هل دي قناعاته فعلا أيوة دي قناعاته ومؤمن بكده مش أنا أقول طب مين أعلم هاله مش أنا أعلم يا أميرة إن فيه اختلاف في الرأي أيوة يعني فيه رأيه بيقول كده أيوة هل بقى موجودة فعلا لا مش موجودة خلاص مش موجودة خلاص بوترات بوترات كانت موجودة فينه بوترات كانت موجودة فينه أصلا يعني فتوى كان فيه برامج تلفزيوني لا فتوى موجودة في الكتب لا ما أنا بقولي في الحديث بس الحديث ما بيقولش كده لا بيقول وحتى يساء النبي حديث صحيح حديث للأسف ربا ومسلم للأسف هو للأسف كل الحديث للأسف هو كل كل الحديث للأسف بوس قالت حاجات مهمة قالت إنها لا خلاص بوترات بوترات راحت فين يعني إيه بوترات يعني خبتوها في الكتب ولا ولا مثلا عملتو إعلان عام رسمي إنها إنه ده حديث غير صحيحة لكن لإنه موجود في مسلم أو موجود في البخاري أو موجود في ابن عماء يعني ورافر مدام موجود في كتب التراث هذا التراث المليء بالألم والموت والفواحش ما تقدروش تشلوه حكموا الراجل اللي تكلم في حديث الرضاع الكبير ليه حكموا عشان فضحهم وعارفين ليه حكموا عشان إحنا تكلمنا وعشان إحنا عملنا دوشة وعشان إحنا ما نزل يعني لازلنا بنتكلم في هذه المواضيع مش كده ده حكموا فرق فودة أتلو ده أصدق يعني ده تباحهم بقى فرق فودة لا لا أتلو هو يتكلم في أزعجنا شيلوا ده شيلوا الميتين اللي تحت مش كده أوكي بوترة دي اسمها تدليس لإنها لسه موجودة في الأصل هل النهاردة حديث قتل المرتد بوتر برضو أنتو لما بتتكلموا عليه بتعودوا تتكلموا كده اللي في الدوران ده أصلها فين تقولك أصلي بصي يعني شوفتي بنتي قلتي إيه لا مش أنا عديها لنا بقى عديها عديها خلينا نروح بقى إيه اللي بعده ما هو اللي بعده هيبقى كتير طالما هناك ناس بتفكر وطالما هناك حق الله اللي عايز يظهره للناس عشان ينقذوا من هذه يعني الأشراك يعني جمع شرك مش عارفة المقالب الإسلامية خلص خليني بأتكلم أكلمكم بالعامية أحسن أوكي أوكي ما فيش ولا تصريح إن الموضوع ده غلط وما تقدروش تخبوه أنتو فضلتوا تعملوا ده لحد ما كشفناكم وبعدين بعد كده يعني الأمور اتغيرت بالنسبة لكم أوكي خليني خليني أروح لإسلام ويب هنا عشان نشوف ده كان سؤال عن موضوع سوري أنا أنا مش عارفة أشوف هنخليني أروح لحاجة تانية دلوقتي هنتكلم في الموضوع ده بعد دقيقتين في حاجات ما تقدروش تخبوها زي حج التهريب أنا هرجع لكم للحتة دي بعد المقدمة دي حج التهريب ده مثل للموضوع ده يعني أنا مسلمة سابقة وعائلتي كلها مسلمين إلا يعني طبعا اللي هما جم منهم للمسيح كل عائلتي مسلمين من ناحيتين بابا وماما وعيشت في بيوت إسلامية فيها يعني ناس درسة وكده عمري ما سمعت عن موضوع حج التهريب ده خالص وبعدين اكتشفت إذ فجأة كده إن في حاجة اسمها حج التهريب وإنه معمول به يعني إنه مش حاجة لا تدهش مثلا الشيخ لما تيجي تكلمه في الموضوع ده تسأله ده حرم ولا حلال آه لا مفيش حاجة يعني مفيش مشكلة خليني أقولك بقى إزاي لكل لكل بري والتقوى دي البداية ربنا جعلنا كده من المتعاونين في الخير بقى أنا كنت تكلمت حالك مبارح مخصوص الناس اللي عايزة تحج وحج زيارة وتهريب هو جاي منين هو أصلا مش هينزل على الرياض وبعد كده بيدخلو تهريب طب صلى عن النبي ياخدو تهريب هي مش بتسأل ده حرام ولا حلال هي بتسأل المصار بقى إزاي شايف هي مش بتسأل إنه إيه ده حرام ده حلال إيه عايزة تعرف هو التفاصيل بتاعة الموضوع ده هتكون إزاي أوكي فخليني أوريكم ردوا الأخر يطلع بقى من بوق الشيخ نفسه إنه حلال 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 أوكي آه ييجوا يعودوا يستخبوا في السكن ده لحد يوم عرف أيوه هو أنا بقولك هو اللي انت مش عايزة تقولين هو بيرسم الخطة عشان يساعد الوهر ربيد طلعنا من السكن على عرفة على طول إحنا الحجة عندنا بيبدأ بعرفة تمام المهم أنك تعمل خطوات فهنقول بقى أنا همشي معاك واحدة وواحدة عشان المصار بتاعهم بس وأرجو من إخواننا الآخرين ينتبهوا إن إحنا هنا بنساعد الجماعة ده أمة عشان الحجة بتاعتهم إن شاء الله تبقى صحيحة فالكلام ده لا ينسحب على الجميع لكن إحنا بنحل مشكلة الشرع بيحل مشكلة لناس بيحجوا تهريب أيوه وإحنا قلنا حج التهريب جائز آه جائز جائز أوكي يقولك تعاونوا على البر والتقوى وبعدين نحج تهريب ويقولك حج التهريب جائز ويرسم لها الخطة لو اتفرجت على الفيديو ده أخد تقريبا الفيديو حاجة واربعين دقيقة أخد معظمه يمكن عشرين تلاتين دقيقة وهو بيحاول يقول لها لأ حيعملوا كده وبعدين يحرموا هنا وبعدين يتباحوا هنا وتقدروا تشتروا السك بتاع الدبيحة يعني بدل ما تتباح الدبيحة تشتري السك بقى بتاع الدبيحة وهكذا هي مش دي برضو فكرني سداني بسكوك الغفران اللي انتو بتقولوا المسيحيين عايشين بيها والكلام ده كله يعني يبتدي بالبر والتقوى وبعدين يساعد المهربين حد شايف في اللي بيحصل ده جريمة أخلاقية لا يقولك هي بس دي نقرة ودي نقرة أخرى في السؤال بقى اللي جي على إسلام واب خليني أرجعه لكو تاني هذا السؤال انتو تشوفوه بقى دلوقتي بيقول ايه ايه حكم نقل الحجاج الغير مصرح لهم وتوصلهم من أجل الحج وأخذ أجر عليهم علما بأن الحصول على تصريح مكلف وما حكم المال الذي يؤخذ منهم فيقوله بقى كده إنه في أهل العلم قالوا صرح صرح أهل العلم مش اجتمع أهل العلم يقولك صرح أهل العلم إنه يحرم مخالفة الأنظمة اللي وضعت للتنظيم لشؤون الحج ده بس ايه الوش الأولاني وبعدين يعني يقولك المهم إنك تراعي المصلحة العامة وكده ولازم تعمل اللي بيقوله لك عليه القيادات وإذا كان الأمر كذلك فلا تجوز إعانة المخالفين في تنظيم شؤون الحج بالعمل في نقلهم ومع ذلك فمن عمل في ذلك حلت له الأجرة وإن كان آثما باعتباره مخالفا لتلك الأنظمة أنا أنا تعبت أنا تعبت وأنا بقرأت جملتين دون حد يعقل كده مخالفة الأنظمة غلط عيب حرام ما ينفعش بس أنت إذا عملت كده وإنت بتهرج حجاج تحللك الأجرة مش بس الحجة اللي صح لأ أجرتك حلال تأكل عيالك عيش بفلوس حلال يا أخوة ما يجراش حاجة ده منطق ده اسمه تشويه للنفس الإنسانية ده اسمه خلط الحق بالباطل البر والتقوى ما لهمش دعوة خالص بهذه الأعمال التي يعني أولاً هي خديعة هي خروج على حاكم وقوانين هي كسر قوانين وإنك كمان عايز تدلس على ربنا تروح بسريقة وتقوله أنا جاي أتوب شيلها من علي بقى ما هيرجع بقى زنوبه مغفورة كله أي كلام كله عك كله عك ده يعني طبيق مسموم مسموم كله يقولك بقى إيه إنه يعني من جهة إنه يلام شرعاً على مخالفة الأنظمة للمصلحة العامة ومن جهة تحل له الأجرة لأنه تابع لعمل مشروع في ذاته مشروع في ذاته هو إيه الحج بقى ولا تهريب الحجاج خليني أخذ الأخ كريم سلام المسيح أخ كريم أهلاً بيك أهلاً بيك أهلاً أخ كريم سمعني أهلاً بيك أخ كريم تفضل أهلاً بيك أهلاً بيك تفضل أهلاً أنا أعرامي يعني أن ترفعوا دعوة قذائية بما أحكمت الله يعني يعني الإسلام سيستمر يعني يتنفس مادامة الكعبة قائمة فوق الأرض يعني لا إحنا وننفعش أضايا إحنا بنقدم كلمة ربنا والناس تختار بس إنت بقى لك قد إيه عابر يا كريم بقى لك قد إيه عابر منذ 2005 يعني بفضل قناة الحياة نشكر رب 2005 بفضل قناة الحياة وبرنامجكم أهلا بيك يعني برنامج الماء المسلم برنامج رائع يعني ربنا يبرك والأقرب المستمعين والمشاهدين يعني أنت رائع يعني ونتمنى لك كل خير شكرا ربنا يبرك يعني ونتمنى أن تبطي البرنامج عبر الجامعات شكرا بيك كتر خيرك أنا وشو طب باتصالك يا أخي مبسوطة باتصالك يا كريم أيوة الله يحفظك يلا ربنا معك أشكرا الله يخليك حبيبي شكرا الله يحفظك شكرا شكرا ودي نقرأ أخرى خداع الله والناس مش حرام أنت في هذه الحالة بتاخدع الله والناس الله قال لك ما تسرقش ما تجذبش ما تخرجش على الحاكم القلب ليس يعني ده برضو من خداع الشيطان هو حلل لكم أنكم بتاخدوا نقط عند ربنا مش كده قال لكم أنتم بتاخدوا نقط والحسنة مش عارفة بعشرة مثلها والسيئة تبقى واحد ودي عشرة وهكذا فأنتم مشغلين عداده وفاكر أن ده حيصلح أمام قلب الله الله يهتم بالقلب الكتاب المقدس يقول لنا كده يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عينك طرقي طرق الله لا يمكن أن يكون فيها خداع غش كد أو أي نوع من هذه الأنواع من التدليس العمل المقدم لله إن لم ينبع من ثمار قلب صالح تعلم أن الله لا يقبل غير القداسة لا يقبل أمام الله لا يراه الله خالص فهنا الشيطان وهذا التعليم وهذا الفكر أصده أنه يعلم الناس اللخبطة دي ألوان اللخبطة بتلخبط لخبطة هو كده ما فيه شغل كده لا تخدع الله لأنه الله لا يعني لا يمكن أنك تقترب منه بهذا الشكل وما أنت تتكلم معه وما أنت تحدث معه ليس هو الله الحقيقي التهريب حرام بس الحج حلال شوف بقى مبروك عطية بيقدم لنا صورة أخرى عن موضوع الحج برضو ينو أم يجي يتكلم في موضوع الحج برضو يروح قيل لنا حاجة فيه عن الغفران اسمها آآ أختي للأسف من عشر سنين آآ عمل التعامل يعني فحشب مع ناصر سيف وآآ وخوية السبير معتصة بقى له عشر سنين الايه؟ أخوية كبيرة مواتحة بقى له عشر سنين من ساعة الموضوع ده ما حصل يعني ايه؟ فطبعا يعني أخوية كبيرة إن شاء الله ربنا كرمه طالعي من حجة فأنا بقول له أن ما ينفعش يطلع يحج وهو ده هو ينفع يحج إذا استطاع إلى الحج سبيلة هو ينفع يحج إذا استطاع إلى الحج سبيلة دي دي نقرة ودي نقرة تانية عايز أقول لك حاجة إنه القلب غير الغافر والقلب اللي غير الغافر ده بيبقى جوه إيه؟ بيبقى جوه غضب حقد أفكار شر مرارة آآ يعني لما تكون مش غافر لحد بتبقى تتمناله يعني إنه يموت بقى يختفي كل الحاجات اللي كنا نقعد ندقي بقى عليهم طول النهار والليل وهكذا الإسلام شوه فهم إن الله يريدك أن تتغير من الداخل قلبك يجب أن يكون نقي وأنا بفكر في الموضوع ده مبارح موضوع الغفران ده شيء يعني كبير جدا في المسيحية لإن الله شال خطيانا غفر كل خطيانا عندما تتقدم له وتقول له رب أنا بلت عملك الخلاصي من أجلي اغفر لي يا رب خطيايا أنت خطياتك اتشالك اتشالت كلها على الصليب ويسير معك حتى يقدس حياتك مش هتغلطش لأ هيقدسك كل يوم فموضوع الغفران ده شيء مهم جدا وبوتروس يسأل المسيحي يقول له يعني طب أكم مرة أغفر فقال له سبع مرات سبعين مرة إلي ما لا نهاية تغفر والآية اللي بتتكلم عن إذا أنتوا ما غفرتوش للناس زلاتهم الله لا يغفر لكم زلاتكم عارفين ليه؟ امبارح وأنا بفكر في الموضوع ده حسيت ربنا نور في قلبي فكرة كده إنما لا يغفر مش هيكون شبه ربنا مسئوليتي إن يكون شبه ربنا وعندما يطلب مني الله إني أضع نفسي كلها في إيده وأغفر لكل اللي حواليا إذا ده ما حصلش في حياتي باستمرار أبقى مش شبه وربنا عايزك تبقى شبه في كل حاجة ده الهدف إنك ترتقي إلى صورة المسيح لقداسة المسيح لقداسة الله مش البر والتقوى بتوع تهريب الحجاج هي دي الأفكار دي لا تنتج إلا عن ثقافة الموت والإرهاب والفكر المسموم وتشويه صورة الله وصورتك أنت كإنسان الإسلام يقول لك القصاص ومش عارف إيه واتبعوهم مش عارف فين وقتلوهم ومن حيث ثقافتموهم وكل الكلام ده لكن الله يقول لك تعالى لي في الصلاة الربانية بنقوله رب يعني اغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمسيئين إلي المسيح يقول لك حب أعدائك بارك لعينيك اغفر اللي بيتهدوك صلي من أجلهم دي صورة ودي صورة ده صورة مشوهة لإله هدفه إنه يخليك في حالة غضب وألم وفكر قاصر وهكذا نوع آخر بقى من ثقافة الألم والموت اللي سبها لنا محمد من أيام يعني شوفوا في موضوع رضاعة الكبير ده قد إيه أثر على ناس لم يتبنوا إلى اليوم ومن الوقت ده لحد النهار ده لإنه اجتهزوا مرات ابنه فمن هذا الوقت هو ميراث من الألم والدمار والفكر المشوح خلينا بقى نشوف الموضوع بتاع مؤسسة تكوين هي صابقة ملهاش أول ولا آخر هم مين مؤسسة تكوين دي ويعني اتأسسوا إزاي وإمتى أنا معرفش هم اتأسسوا إزاي وإمتى لكن ده الويب سايد بتاعهم وبيقولوا أنه هم مؤسسة بتحاول أنها تعلم الناس أنهم يفكروا يغيروا أفكارهم هي منتدى ثقافي علشان خاطر الناس يبقى عندهم الحرية أنهم يشاركوا أفكارهم بلا خوف وتشجيع الوطن يعني انتوا دخلوا بقى وشوفوا الكلام ده على الويب سايد لكن أنا عايز أقرلكم الرؤية بتاعة المؤسسة وحد يقول لي الرؤية بتاعة المؤسسة دي تودين لنقطة التخوين وازدراء الأديان دي والدعوات دي إزاي مش عارفة أولا الأستاذ يوسف زدان عمل يمكن بودكاست أو حاجة حاجة أونلاين شفتها النهاردة الصبح كده بيقول المؤسسة ابتدت إزاي حوارات بينه بين الأستاذ إبراهيم عيسى ومقابلة في بيت الأستاذ إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وأيضا آخرين ويعودوا يتكلموا ويتنقشوا يعني ينقشوا مواضيع ثقافية واجتماعية وكده تحولت إلى طب ليه إحنا منعملش ده على مجال أوسع ده باختصار بس فاللي بيعملوه هم نفس الناس اللي بيقولوا أفكارهم من غير خوف على كل البرامج واللي بيعملوها والكتب اللي بيكتبوها هم نفسهم هيقعدوا مع بعض ويكلموا في هذه الأمور المشكلة هنا أنه العائق الوحيد في هذا الأمر هو مسألة الدين ما تتكلموش في الدين ما تتنقشوش في الدين يعني أنا مش عايزة مش قادرة أفهم كلمتكم كتير على الصالونات الثقافية اللي كانت بتحصل في المجتمع المصري في بدايات التسعينات كان بيكتمع فيها شو يخل أظهر مع الفنانين مع الكتاب مع كبار الكتاب مع الصحفيين مع رجال المجتمع مع رجال الحكومة صالونات فكرية صالونات فنية صالونات فيها إبداع ما كانش حد بيعمل بيقول أنه هما يعني بيعملوا ازراء أديان وقتها طلع لينا بقى الإخوان والكلام ده كله ومات لهم وكل الفكر السلفي اللي خلى تأليه الشيوخ والأظهر ومن يسيطلون هما دول اللي عايزين يبقوا هما اللي في الصورة الباقي لا انت ععد في الكونر بتاعك ما تتكلمش خليني أقول لكم بس أقرأ لكم جزء من الرؤية بيقول كده أنه مؤسس التكوين هي مؤسسة عربية تنادي إلى تأسسها مجموعة من المفكرين والبحثين العرب بهدف تعزيز قيم الحوار البناء ودعم الفكر المستنير والإصلاح الفكري حد يبص على المجتمعات العربية ويقول لي أن المجتمعات العربية لا تحتاج إصلاح فكري يعني يعني يعرف انسف حمامك القديم لازم نبتدي من الأول لازم نبتدي من ألف به الأيام اللي فاتت عادت كده أدور على أفلام قديمة وعلى المسلسلات اللي جات في رمضان علشان أشوف بعضها يعني كان فيها حاجات عايز أشوف أوكي فتقابلت كده بالصدفة مع فيلم عمري ما شفته في حياتي اسمه الرباط المقدس بتاع صباح وعمة حمدي وصلاح ذو الفقار أنا بدعوكم إنكم تروحوا تشاهدوا الفيلم ده إذا كان الفيلم ده النهاردة اتقدم بالصورة اللي اتقدم بيها في الوقت ده عن قصة زوجة عندها ملل في حياتها الزوجية وزوج مشغول مش عارف إيه وكاتب بيفكر في إيه وكده يعني وإزا لما يدخلوا البيت عادي دول ناس مسلمين بقى في المجتمع تلاقيهم بيشربوا حاجة مع بعض كاس ويسكي ولا مش عارف إيه وتقولوا لا أنا مش عايزة النهاردة وعاديين خالص خالص ده كان بيقدم في الخمسينات دلوقتي لو تقدم تقوم الدنيا بقى وما تقعدش كان فيه هذه النمازج في المجتمع وكان نوازج محترمة اكي اتفرجوا عليه قدام بقى النمازج الأخرى اللي أنا بشوفها بقى من المسلسلات الجديدة الواحد يعني الكتابات اللي في المسلسلات بتمثل المجتمع عارفين الحاجة اللي كانت ظهرة بالنسبة لي جدا في كم مسلسل أو حلقة شفتهم انه ليس هناك تحمل مسئولية شخصية أبدا أبدا دي قافة من قافات المجتمعات الإسلامية دايما يشور على الآخر انت بتعمل ايه اللي انت بتعمله ده مزهقني مدايقني هينرفزني بيلمسني ليس هناك في تربية الأجيال الجديدة تحمل المسئولية بتشور على اللي قدامك دايما اكي ايه الحكاية انه حد يقول احنا عايزين نجدد الفكر ونصلح ونعلم قبول الآخر والإيمان بمبادئ السلام العالمي بين المجتمعات والثقافات والأديان تمهيد السبيل نحن مستقبل مشرق للمجتمعات العربية والإسلامية من خلال الثقافة والفكر الديني المستنير وما بينها من اتصال وبث روح التجديد والإصلاح الذي يعيد للفكر الديني مكانته اللائقة وتواصله وتكامله مع مستجداد العصر ومواكب ومواكبة التقدم مجالات العلمية والثقافية والسياسية وكل ده فيها ايه ناس اجتمعوا وقامت بقى الدنيا وما قعدتش وايه البقى الموضوع بقى في دعوة قضائية زي ما انتوا شايفين كده وازدراء أديان والأظهر يعلن مقاومة الإلحاد وإنشاء منتدى مش عارف ايه وعبدالله رشدي عمالي يتريع عليهم ويقول أشرب بيرة وأصلح السيرة ولا مش عارف ايه ما تشغلوا بنفسكم ما تغيروا نفسكم الكل خايف انه يعني هيلمان الأظهر يضيع لأنه انتوا لا تعتنوا بالناس انتوا بتعتنوا بأنفسكم فقط شوفوا اللي كتب في موقع العربية يقولك بس الرعب اللي اتعامل يقولك ايه أثار انشاء مركز تكوين الفكر العربي في مصر الجدل على مواصل التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية وتسبب في دعاوة كثيرة وحملات على مواقع التواصل لإغلاقه وبلاغ للنائم العام بدعوة تشكيكه في ثوابت الدين ونشره للفتنة في العالم العربي والإسلامي الناس لسا ما قالوش ايه يعني هم لسا يدوب هم فتحوا الباب حتى ما سمعناش الكلام اللي قالو انت عرفت منين يا استاذ ولا لانهم هؤلاء الاحرار اللي بيتكلموا انا اختلف مع الكثير من اللي بيقولوا ولكن ده لا يعني اني لا احترم الكثير مما يقولون لانهم بيقولوا الحق اوكي فيعني مش فق بقى الموضوع بقى ايه الحق مفكرين زي كده الحق حرامي بقى الحق مفكرين واحد بيفكر يا عم الحق امسك مفكر ايه ده وبعدين بيقولك وفي تأكيد خاص على الموقع العربية امر النائب العام بقى حالة البلاغ المقدم من المحامي عمر عبد السلام ضد مركز تكوين نيابة الامن الدولة العليا للتحقيق في سوابة الدين والسنة النبوية الرجل ده يعني ايه ممكن الحملة بتاعته يسميها او الدعوة بتاعتها اوعى تفكر اوعى تفكر عيب حرام ما ينفعش والاظهر بقى هيروح عاملك منتدى ومش عارف ايه علشان يعضد الكلام الفاضي ده وفي الادباجة بتاعته بقى فهو ليه عمل كده وليه مقدم الدعوة بيقول ان دي دعوة جنائية انتوا عملتوا جناية حيدخلوا مستجن انكم بتحاولوا انكم تفسروا القرآن والسنة والكلام ده كله بقى التراث الاسلامي وانتم ما عندكوش الادوات الكافية هو ده الفحوة بتاع اللي هو بيقول انتم ما عندكوش التخصص ولا الادوات الاساسية اللي تقدروا تعملوا بي انت ما عندكش مخ يا عم بتفكر ليه ليه ما ينفعش اوعى تفكر اسمع بقى رسالة الازهر بصوت اكتر واحد بيقول كل اللي هو عايزه وما بيحصلوش حاجة اللي هو بقى الشيخ كريم هل بيهدد الخطاب او الدين الاسلامي في شيء داخل مصر هددناكو في ايه الله الرحمن الرحيم اولا قضية تجديد الخطاب الاسلامي ليس الديني طبعا وما يتصل بالشؤون الاسلامية ما رده في القرآن الكريم والسنة النبوية الى العلماء التخصصيين يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاعلين المدخل للبيهقي الدستور المصري الساري في مدته السابعة ينص صراحة على ان الازهر الشريف وحده المسؤول عن الشؤون الدينية نقطة من أول ساريه هو كده نقطة من أول الساريه انا مش قناشط ده انا بهدد الدولة المصرية انك انت التزموا بالدستور بتاعكو ان احنا سيادكو يا حاج ده انتو نقطة في بحر يعني النهاردة انا حاسة ان انا يعني مش يعني مصدومة في طريقة الفكرة ده ده انتو نقطة في بحر يعني نقطة الازهر ده يعني انتو كام علشان تكونوا انتم اللي تقودوا فكرة شعب كامل لأ ويقولك بقى والامة الاسلامية كلها مش بس مش بس مصر انتو كام عشان تعملوا كده يعني ايه مدى ثقافتكم ايه امكانياتكم انتو متحجرين من الف سنة يعني والاسلام حجر مخ الناس وانتو على ما جيه عندكم من الف سنة من الازهر عمره الف سنة مثلا حاجة زي كده يعني ما تاخدوش الرقم مني لكن عمره طويل انت ما زلت متحجر بالعكس عندما يعني كان فيه ناس في الازهر زمان بتفكر النهاردة لا حدش يفكر عيب حرام ما ينفعش لكن نتدخل بقى في شؤون الناس لكن نتحشر بقى في الناس لازم نقول للناس انت لازم تعيش بالطريقة الفلانية ولا يمكن تكون مختلف عني وانا برأبك انت داخل الجنة ولا داخل النار هتعمل الصح ولا هتعمل الغلط بتصلي ولا ما بتصليش انت انت مين انت مين يعني ازاي تقول كل الكلام ده بامكانياتك انت وفكرك انت وتقول انه احنا هنتعامل بقى مع المفكرين بحذر الكل اوكي نسمعكم الفيديو الاخير نشوف الاستاذ إبراهيم عيسى بيتسئل عن انت ديانتك ناس كتير شككت في ديانتك اللي قال عليك كافر واللي قال عليك بهائي واللي قال عليك قرآني واللي قال عليك اتقال عليك ديانات كتير كتا ايه الحقيقة ولينا بتدفعش عن نفسك لينا بتطلاش تقول لقى يا جماعة انا كذا 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 ليه ناس بترد وانا مطالب ان انا يعني ادافع عن نفسي يعني هانا المفترض ان المرء يطلع يعبر عن مواقفه وتدينه او دينه او امتزامه الديني او انتمالكه يعني يا سلام بابر الله مستهلق بابر الله انا عندي تقول اعرف النهاردة لا يعني بتعرفي ايه انا يعني ميولك بتحب ايه ميولي ديها قصة ولهاش علاقة فيه ناس تقول عليك صوفي فيه ناس تقول عليك قرآني فيه ناس تقول وفيه ناس كفرتك تهمتك بالكفر والبفضل اوضع لوله لا يا حبيبي انا مش كفر انا اسف انا مش كفر طيب حالك بتصلي وبرضو دي اسئلة يعني بتصلي انا عارف ان حالك بتصلي يعني اقول المزيع دي مزيع متمكنة وبتسأل اسئلة كويسة ولكن هناك تعدي تعدي على حقوق الانسان يعني انت بتصلي وانت مالك انو دي حاجة خاصة بينه وبين الله لكن هذه الثقافة ايضا غير موجودة في المجتمعات الاسلامية فيش حاجة بينك وبين الله اسمع الفيديو اللي جاي حسن معه لك برضو يعني انا اقول حضرتك حاجة والناس اللي بتحب تسمعك والناس اللي بتقرأ افكارك بتسمعوش والناس اللي بتسمعك في التلفزيون ما هم برضو من حقهم يعرفوا النقطة دي من حقهم يعرفوا افكاري انو مش من حقهم يعرفوا ضميري هل حضرتك صوفي الهوى مثلا شوفي الاسرار شوفي الاسرار نفسي صوفي الهوى لي لا يعني واحب الصوفية والصوفيين صفار حقيقية يعني والتصور انو الجنة لي انا وحدي دون غيري يعني ابز المجهود انك تدخلها وما تشغلش بالك بمين هيدخلها معاك لانو ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب قرارها ويعني مفتاحها وبابها في يد الله سبحانه وتعالى فما تشغلش بالك معقولها يخش الجنة وانت مال خلي فوق يا سيدي انت مالك ركز عندك انت تخش الجنة ده ما معقولها فلا يخش الجنة ده ولا هيورد على جنة وانت مالك وانت مالك انت مال اللي خلي فوق دي انا حطيت انا حطيت الفيديو ده عشان علشان الاسلام يعني فيه حشارية غير عادية انو انت لازم تعمل اللي يقولك عليه الله والرسول واقولي الامر منكم هم بقعدين بيرقبوك ومش بس كده انت بقى ترقب اللي حواليك وتحكم على ايمان اللي حواليك انت لا تستطيع انك تحكم على ايمان اي شخص ابدا ولا قلب اي شخص الكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا نشيل الخشب اللي في عينينا الاول عشان نقدر نشوف القزق اللي في عينين الناس يعني بص لنفسك يعني بص لقلبك يعني غير نفسك فهتشوف الناس بطريقة كويسة ولطيفة وحلوة وكل حاجة ولكن يعني شايفين ازاي الاسلام الفكر الاسلامي خلى الانسان ينظر الى نفسه بصورة انانية فيبقى عايز ياخد مصلحته حتى في الحج مع الله هاخد مصلحتي هاخد مصلحتي مش مهم ما ياخد هازاي الحاجات دي بتنطبق على حاجات كتيرة في الحياة في الجواز مع العيال في العيشة في الشغل يعني التفاصيل الكثيرة اللي يترك الاسلام في الابواب المفتوحة للشيوخ الشيخ بتاع تهريب الحج ده قال لك ايه ما وحنا الفقهاء لازم يجدوا طرق للناس روحوا بقى اتفرجوا على الحياة الشرعية حلقات الحياة الشرعية يا جماعة ده مش هيغيروا الا انه الانسان يتعلم ويتسقف ياخد حرية من الله ويعرف انه ليه اختيار وينظر ويطلب من الله الحقيقي انه يغيروا في مشكلة عندنا في المجتمعات العربية عموما قيمة العلم والثقافة واتساع العلم والثقافة ما هياش موجودة في مجتمعاتنا الا بصور ضئيلة جدا الحقيقة ففكرت كده ايه همية العلم العلم والثقافة يساوي نمو نمو فكري اجتماعي اثري روحي مدي يعني قيم انسانية ويساوي نمو انساني داخلي يساوي نمو عملي في حياتي عشان كده الدول الدراسة فيها ما هياش دراسة ممنهجة ومتجددة ومتميزة ومتطورة مش حشو سليب جديدة عامل مع العيوب المثقف فكر المقدس يعلمك انك يكون عندك فكر نقدي تستخدم فيه ادوات حتى في الحياة مع الله بصلي ان الله يغير قلوبكم النهاردة وافكاركم حتى انكم تكونوا عارفين ان لكم اختيار كل يوم في التغيير والمحبة وتقديم الخير لكل من حولكم وإلى اللقاء